كل أعمال 3D تنطيك مرونة بالعمل والتحرك بصورة سهلة أثناء عملية البناء وهذا يخليك تبدأ أكثر في مشاريع ثلاثية الأبعاد والسبب العلمي الأساسي يرجع إلى أبعاد جسم 3D اللي هي الطول والعرض والارتفاع ومن خلال هاي الأبعاد الثلاثة رح يكون عندك جسم ثلاثة الأبعاد تقدر تتحكم بكل اتجاهات بشكل واقعي ودقيق أكثر مقارنة بالأجسام اللي متكونة منها 2D عدة الشغلات إذا سويتها رح تكون محترف إن شاء الله ببرنامج بلندر من بعدها رح تقدر تصنع أي شي يخطر على بالك في داخل هذا العالم الرقمي وتستفاد منه بشكل مات بهذا الفيديو رح أوضح لك هذين الطرق الثلاثة اللي تساعدك في تعلم برنامج بلندر من الصفر حاليا هذا هو المخطط الصحيح اللي يخليك تبدي بداية صحيحة إذا ما كانت عندك خبرة في برامج 3D وبعد تطبيق هاي الخطوات رح يتوفر عندك هواية من الوقت والجهد والمعرفة الصحيحة المختصرة في تعلم برنامج بلندر أوكي يلا خلينا نبدأ ونتعرف على هاي الخطوات ونغطي كل تفاصيلها المستوى الأول البداية هذا ما عندك أي خبرة في برامج 3D كانت هاي أول بداية دخولك لهذا العالم الرقمي وبدأت تتعلم ببرنامج بلندر من الصفر وهذا أنا شبهة بلعبة وارزون على الكمبيوتر من تشوف محترفين على اليوتيوب يتحركون بسرعة أثناء اللعب في ممارسة هاي اللعبة وتجي انت المتحمس وتريد تصير مثلهم خلال عدة أيام فجأة يصير عندك صدمة الفارق المستوي اللي بينك وبينهم أولا راح تفقد أمالك في اللعبة من بعدها تنتقل إلى لعبات أقل حركة أو إلى لعبات جدا بسيطة وأخيرا تترك عالم الألعاب يلعن أم الله وهنا في هاي المرحلة الأولية معظم المصممين كبداية يوقفون عند هاي النقطة يتعلم برنامج بلندر مثلا كبداية يريد يحرك هذا المكعب مباشرة بصورة احترافية أو أشياء ثانية معقدة أو يبدي بحركة صعبة مثلا مشروع احترافي صعب على المستوى الحالي هنا راح يصير عنده ملل ويحس بصعوبة الأمر من بعدها يرجع على روتينه الطبيعي اللي متعود عليه مثلا إنشاءة سينمانة أو تيك توك أو أي تواصل الاجتماعي القاتل للوقت والتعلم وهذه هي الحلقة التكرارية اللي راح يسويها كل مبتدأ قرر يبدي بداية صعبة بتعلم بلندر بين قوسيا هذا نسميه التسويف أو التأجيل أو الهروب من التعلم بصورة صحيحة هذا أول حاجز مانع راح تواجه في هذه المرحلة من تعلم البرنامج بدأ بهاي الفترة المطلوب منك أنه تحدد مجموعة أهداف بسيطة وأحدد من بعدها شنو اللي أريد أحققها بهاي الأسابيع الأربع الأولى من استخدام بلندر كل أسبوع يقسم لمرحلة معينة بحيث يكون الأسبوع مكمل للأسبوع الثاني والآخرة هذه الطريقة من أبسط الطرق لبناء المشاريع سواء كانت محترفة أو مبتدأ الهدف من هذا كله هو عدم تشتت تفكيرك في تعلم بلندر بالنسبة لي راح يكون عندي هدف رئيسي واحد أنواع الصورة لمشروع مشهد كامل مع مواد وبيئة جاهزة بسيطة هذا هو الأمر بسيط وما يحتاج للتعقيد أول شيء سويته بديت بالأهداف الفرعية مثلا الهدف الأول أنه تتعلم مواجهة بلندر وتعرف شون تتعامل وياها بالتنقل والاختصارات والأمور المبتدئة الأساسية الثانية الهدف الثاني تسوي مشهد جدا بسيط من خلال الشبكات البداية اللي متوفرة عندك داخل البرنامج والهدف الثالث أنه تتعلم أساسيات المهمة اللي هي النمذجة والتركيب والمواد والإضاءة هنا راح توضح عندك فكرة أكثر عن بلندر الهدف الرئيسي منها أنه فقط تسيطر على بداياتك في بلندر لأن مثل ما تعرف يا عزيزي المشاهد أنه بلندر وعالم 3D بشكل عام هو مهارة عالية القيمة في الوقت الحاضر وجود هذه المهارة جوا إيدك يفتح لك تغيرات مهمة في حياتك طبعا أنا أحكي على المستوى المهني والمالي فكر بيها وركز بكلامي بس أحذر الأسابيع الأولى من تتعلم مهارة جديدة هي دائما راح تكون يا أما نقطة انطلاقك أو نقطة التوقف عن التعلم أو الاستسلام النهائي لعالم 3D مو بس فقط لبرنامج بلندر تقبيع عن تجربة شخصية أحكي لذا إذا تشنت بالمرحلة الأولى من المستوى الأول وكملت هدفك الرئيسي مبروك عليك ثانيا نسوي عملية تكرار مضاعف لهذا المشروع من نفس المجال تسب صورة متطورة أكثر وهذا صار عندك لك مشاريع جو أيدك وهذه الخطوة مو بس تحدد ترسيخ المعلومات الحديثة اللي تعلمتها لكن هذا يطيك حافز تشجيع أكثر إذا تشنت تريد تتابع عملك كفنان في عالم 3D كمهنة مستقبلية صح بالبداية راح تواجه أكبر تحدي في حياتك بهذا العالم الرقمي تبدأ عندك علامات الاستسلام خاصة إذا كانت بداياتك من تحت الصفر وعندك حياة ثانية مثلا وظيفة بدورة كامل أو عندك عائلة لتعتني بها فما عندك الوقت الكافي لتلمب كل هاي المواضيع ويا حياتك الشخصية لهذا أنصح أن تتعلم بمسار تعليمي متسلسل ومنسق المواقع اللي أنصح بيها الموقع الأول اللي هو سكيل شير هذا الموقع هو عبارة عن مجتمع تعليمي يقدم لك دورات تعليمية بكل المجالات مثل دورات بالفنون دورات بالتصميم والتكنولوجيا وديرك الأعمال وحتى في تنسيق أسلوب الحياة الشخصية وتطوير الذات لهذا من المواضيع الأساسية في هذا المجتمع هو دورات خاصة في تعلم برنامج بلندر بشكل متسلسل ساعدك على البناء الصحيح لاستخدام بلندر وأيضا بعرض مجاني في استخدامك الأول أعتقد لمدة 14 يوم فقط أطلع على استخدام هذا الموقع وشوف شنون مميزاته وأيضا عندنا الموقع الثاني اللي استخدمته شخصيا بتعلم برنامج بلندر هو موقع يوديمي هذا الموقع يقدم لك دورات تعليمية محترفة في التصميم وبكل المجالات أيضا تقدر تشتري هاي الدورات عن طريق هذا الموقع اللي ميزة أنه بين فترة وفترة يخفضون الأسعار ويسوون عرض لشراء الدورات فحاول تستغل انخفاض الأسعار في الشراء رح أترك جميع الروابط أسفل وصف الفيديو بتقدر تدخل عليها وأيضا هاي قناتي تقدر تستعين بها بشكل مجاني وتشاهد جميع الدورات الأساسية اللي ناشرها بتعلم برنامج بلندر من الصفر حاليا عندك ثلاث مشاريع تحت اليد ومواقع رسمية تقدر تستعين بها بتعلم الـ 3D وهنا نقطة مهمة اللي تتوجب عليك أن تتخذ هذا القرار من ناحيته هل أنت تريد تكون عندك علاقة غير رسمية مع بلندر أو تريد تكون علاقتك جدية وحازمة في تعلم برنامج بلندر وهنا نرجع لمثال لعبة وارزون هل أنت فرحان بهذا المستوى اللي حاليا أنت بيه أنه خلص هذا المستوي وهنا ما جاي أريد أصير ومحترف وأفتح قناة خاصة بمحتوى الألعاب فقط أريد أتونس ما أريد أستغلها ماديا عادي أنا أتفهم هذا موقف بس إذا كنت لعب جاد وتحب التطور من نفسك بصورة منتظمة وتتعرف على كل أسرار اللعبة تمشي بالطريق الصحيح نحو الاحتراف هنا يخلينا ننتقل إلى المستوى الثاني ونصير جادين أكثر هذه هي المرحلة المهمة اللي أقرر من خلالها أنه أريد أكون جاد بتعلم برنامج بلندر أشتغل على مشروع واحد في السبوع من ناحيتي أنا ماخذ بلندر كمهنة في التعلم والتطوير في المستوى وهذه القناة تساعدني في استرجاع معلومات من هنا ورايح أنا قررت أبني مشروع واحد في السبوع لمدة أربعة أشهر على الأقل وهذا راح يرفع أجمال لتوقعاتك من ثلاث مشاريع إلى ستعاش مشروع وهذا المستوى الثاني راح يكون عندك التركيز أعلى وهذا يخلينا مكتفين بهذا المستوى بالوقت الحالي لأن الهدف في بناء هاي المشاريع أنه تصير محترف في الثري دي بس أكو خيارات أيضا تساعدك أنه تصير محترف في هذا العالم مثلا النمذجة والإضاءة والرسول المتحركة والتزوير والتركيب المواد وقائمة من المهارات اللي متوفرة في بلندر لازم نتعلمها لهذا خلال هاي الفترة راح أركز على تحسين مشاريعي والاحتراف في عالم الثري دي بالسبوع الأول يمكن أن تسوي مجموعة اختبارات على المكعب الافتراضي اللي موجود بالسبوع الثاني يمكن أن تركز على معرفتك بالنسيج الإجرائي على الشبكات وفهم طرق آلية عمل هذا النسيج يعني هاي ما تعتبر مشاريع شبيرة لهذا حاول أن تستفاد من خلال التطبيق العملي لأنها تعتبر الأساس أو البوابة لدخول في عالم الاحتراف ومن خلال الاستمرارية راح تبدأ تتحسن حتى له بنسبة واحد بالمية من كل مشروع تسوي وبالمناسبة ما أريدك تقلق مجموعة المهارات المتنوعة أو المهارات من نفس تخصصك في اليوتيوب هذه المشاريع فقط خلينا نعتبرها البوابة للدخول واحتراف مهنة التصميم في عالم الثري دي وبالأخير أريدك أنه فقط تتونس في بناء هاي المشاريع من خلال هاي المشاريع السطعش مو بس فقط تتقن تصميم الثري دي في بلندر وعنما تكتشف نفسك من خلال هاي العملية راح تقدر تحدد أنت وين بتجه وشن المهارة اللي تحبها وتبدع بيها أوكي خلينا أوضح لك المغزى من هذا كله ومجرد اجتيازك لهذا المستوى الثاني عليك أن تسأل نفسك السؤال النهائي وهو هل أنت تريد بلندر كهواية أو تريده كمشروع تجاري مربح أذا اجتازيت المستوى الثاني فأنت تقدر تجاوب بصورة مباشرة وبدون أي تأخير وأبسط طريقة لإجابة على هذا السؤال عن طريق رسم خط يحتوي على مجموعة أرقام ملونة إذا كانت تتجه للون الأحمر اللي هو الصفر عادي أنت متخذ هاي المهنة كهواية أما إذا أنت متجه للرقم عشرة فأنت متخذ الطريق الصح لإستغلال بلندر في المشاريع التجارية وهذا هو المكان اللي ننتقل بي إلى المستوى الثالث وهو أخذ الأمور بجدية أكثر لذا بهاي المرحلة هاني عندي 16 مشروع تحت اليد وسيطر عليها وأعرف كل تفاصيلها ومسائها ولكن هذا هو المكان اللي أريد أسوي به مجموعة مشاريع عالية الجودة بحيث أقدر أسيطر على تفاصيلها وأعرف داخلها وخارجها وتكون قابلة للتطوير في المستقبل لذا أنا أقول هذا الشي خاص بي وأنا فعلا أتميز بهذا الشي فمثلا على سبيل المثال النمذجة وصناعة الشخصيات تكون من ضمن مجال تخصصي بهذا المجال أقدر أستفاد ماديا مثلا أبيع نماذج في موقع مختصة أو أصنع شخصيات ألعاب أو أقدم دورات مدفوعة أو أستهدف مجالات اللي مهتمة في النمذجة وهذا يدر علي مبالغ جدا قوية إذا احترفت هذا المجال بصورة صحيحة وخاصة تلقى هواية من العملاء اللي يدورون على هاي الخدمة في زمن تطور الألعاب وصناعات الرسوم المتحركة وعدنا ثلاث خطوات للنجاح ضمن هذا المستوى الثالث أولا البناء هذا هو المكان اللي راح أبني به مجموعة أعمال عالية الجودة لا تنسي أن المشاريع السابقة اللي سويناها 16 هي فقط كانت تحسين عمله في تصميم 3D وحاليا 3D تخلي هالا الاختبار موضع التنفيذ وتبني ثلاث مشاريع عالية الجودة وتعتبر من أفضل الأعمال التجارية داخل مجال اللي مختاره وهذا يعتبر بمثابة عرض لمجموعة المهارات اللي أقدمها للعملاء أو أصحاب العمل اللي يريد أتعاملوا يهم هذا يخلينا نروح للخطوة الثانية اللي هي القاعدة مجرد أنه ما صنعت ثلاث مشاريع راح أبدأ أدور على العملاء المنتجاتي أدري حاليا في الوقت الحاضن أنه هذا الطريق صار مثل المشاطع أو المنافسة في عرض أكثر جودة للمنتجات في كل المجالات ولكن التزمي ومو ذاكي الأمر الصعب أن يصير عندك عملاء مجرد فقط أنه تتواصل وياه يعني مصطلح بسيط تقدر تسوي لذا خليها ببالك أنه لازم تسوي عملية إرسال عبر كل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وإرسال علاماتك تجارية للشركات المحلية أو حتى المحلات الصغيرة التجارية أو تستهدف وكالات معينة أنت تختار الأصعب من هذا كله أنه في بداية الأمر راح تحصل على أول رفض في حياتك وهذا أسوأ شيء للمصمم واحتمال أن يوقف عمله بعد كل هذا التعامل تقبية راح تحصل على هواية من الرفض بالبدأ وسر الخطوة الثانية هي أن تكون مشاريعك محترفة جدا وعالية الجودة ما تستسلم ما يصير عندك نوع من الإحبار فمثلا إذا عندك أكثر من مشروع وتريد توصله للعملاء أوكي أول شغلة أسويها هي أنه أراسل أكثر من خمسين إلى مئة شخص في الشهر أدري هذا الرقم مبالغ بقبية عرف أنه هذا الرقم صعب إليك في البداية لكن من بين مئات اللي راح تراسلهم راح يطلع عندك اثنين أو ثلاثة من الأشخاص اللي أنت استهدفتهم واتذكر أنه هذا عميلك الأول أصعب مهمة هي أنه تحصل على أول عميل هذا هو الجزء الأصعب من العملية حتى مرات يكون أصعب من المشروع نفسه ولكن بمجرد حصولك على هذا العميل راح يخلينا ننتقل إلى الخطوة الثالثة اللي هي التواصل الشبكي المتعدد شبكات الانترنت من أقوى الأدوات في البيع التجاري في الوقت الحاضر تقدر من خلالها بلمح البسط توسع قاعدة عملائك بشكل جدا كبير لذا بمجرد وصولك لهاي المرحلة راح تتواصل ويا العملاء اللي اشتغلتوا إياهم في بناء المشاريع أكتب رسالة بسيطة مثلا مرحبا أنا جدا سعيد في العمل معك هل تعرف شخص آخر يحتاج إلى خدماتي؟ إذا كان موجود فلا تمانع عن ترسل معلوماتي إليه شكرا حضرتك وتطلع للعمل معك في المستقبل المصمم كذا كذا وتكتب اسمك هذا هو الأمر ما عليك أن تفكر أكثر بهذا الجزء من الخطوة 80% من الأشخاص اللي رسلتهم راح يرسلون معلوماتك للأشخاص المهتمين في هذا المجال وهذه هي قوة تواصل تقدر من خلالها تحصل على أعمال متكررة من المجتمع المهتم بالإعلانات التجارية من خلال هذا راح تحصل على عدد كل الشبير من الأشخاص اللي يريدون هاي الخدمات مما يخلي عليك زخم جدا قوي أوكي هذا هو الفيديو الكامل لهذا اليوم اتبع هاي الخطة المتسلسلة وحاول تطبق الخطوات وتعب على نفسك شوية وإن شاء الله راح تحقق حلمك كفنان 3D وذا ردت تعرف أكثر عن برنامج بلندر من الصبر بفيديو تعليمي يخليك تسيطر على برنامج بلندر أنا موفر لك بهذا الفيديو شرح مفصل عن أهم العدادات اللي لازم تستعملها في بلندر قبل استخدامه في المشاريع ادخل عليه وراح يكون استخدامه أسهل بعد تطبيق هاي العدادات وأخيرا عدنا جروب تليجرام وسيرفر ديسكورد خاصين في القناة تقدر تنضموا يعني إلى المجتمع الخاص بينا نناقش به مجموعة قضايا مهمة ويا المصممين والفنانيين موجودين في الجروب وأكثرها هي إيجاد حلول مشاكل بلندر وبالآخر لا تنسى أن تعطيني لايك للفيديو هذا يخلينا أستمر أكثر والاشتراك في القناة واكتب لي أي تعليق بخصوص هذا الموضوع السلام عليكم